شيء آخر أحباء وأنا عاوز أقولها بكل أماني أنه أمام هذا الوباء يتساوى الجميع بطل فيه غني بطل فيه فقير بطل فيه عظيم أو حقير بطل فيه ملك أو من عامة المجتمع بطل فيه رجل أو امرأة بطل فيه دين يعني بطل فيه مسلم، مسيحي، بوذي، يهودي لأنه هاي الجرثومي مش متدينة هاي الجرثومي بتلمس كل الناس مشان هيك إحنا لازم نصلي أنه رب يقدع لهذا الوباء لكل العالم حتى العالم كله يتبارك مسلم، مسيحي، بوذي، هندوسي كل الناس تطلع من هالورطة هاي اللي إحنا موجودين فيها ففعلا لما نطلع على بعض سواء كنا متدينين ولا روحيين ولا مسلم ولا مسيحي لما نتقابل وتطلع على وجوه بعض يمكن نصير نضحك لأنه فعلا أنه ما عادتش تفرق لا بينه ولا بينه لا تقول أنت متدين أكتر ولا أنا متدين أقل فإذن يتساوى الجميع أمام هذا الوباء وهون في درس أحبائي بدل ما تضوع وقتك أنك تسب وأنك تشتم وأنك تلعن وصدقون الفيسبوك مليان لعنات وشتايم وكل أنواع الكلام في القموس العربي موجودة اللي بيحكوها ضد ونجس وكافر يعني صعب أوصف لك لما نتقابل وجها إلى وجهه ونشوف أنه فعلا شوه الإنسان من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده حياتكم ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل لما نتقابل إحنا الأصدقاء مسلمين ومسحيين ومنحب بعض عارف أكيد رح نضحك لأنه في النتيجة هالجرثومة رح تيجي علي وتيجي عليك بس الرب يحميك والرب يحميني ويحمي بلادنا ويحمي حكوماتنا وشعوبنا وكل هذه الأمور تكون محمية بنعمة رب وفعلا إحنا منبارك كل الشعوب وكل الديانات وكل الحكام والسلطات واللي بحبنا واللي بحبنا إحنا نقول ربنا يباركهم بسها حقيقة إنه أمام هذا الوباء يتساوى الجميع ما في أي إنسان بيطلع على أي إنسان وبتعرف كل أموالك لو أنت بتمتلك يعني آلاف المليارات لما بتيجي هالجرثومة هاي الفيروس هذا الصغير اللي مش شايفينه بالعين شو عادي ينفع كل الملايين ولو أنت كنت متدين أو غير متدين ولا سمح الله الرب يحميك أوكي صابك هذا الفيروس شو تعمل وين بشان هيك استعد للقاء إلهك كن مستعد وضع الأبدية في قلبهم الإنسان زكي لازم يفكر لازم يفكر بعقل أنت في يوم من الأيام رح تواجه الرب أوعك تقول أنك ما سمعت الرسالة هاي من قولك أنت مطالب أنك تعرف مش تهاجم بجهل من غير إدراك اعرف ادرس اقرأ حتى فعلا تكون بلا عذر